السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة InfoTek4U معاكم مروأ سليمان وفيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون مفيد على قناتنا نستكمل السلسلة الخاصة بمرجي شيبس اتكلمنا في فيديوهين سابقين عن الانترساكت كومنت واتكلمنا أيضا عن اليونيون كومنت أو الأمرين دول والنهاردة إن شاء الله حنتكلم عن الفريجمنت وهو أيضا أمر من الأوامر المميزة جدا اللي حتكلم عنها النهاردة بالتفصيل إن شاء الله وهنا المقصود بالفريجمنت وهو إن أنا بقطع الصورة بتاعتي أو بحولها إلى بازل عبارة عن أجزاء بشيل أجزاء وبحط أجزاء أقدر أعمل الكلام ده مع صورة وفي السلايد التاني كده أقدر أعمل الكلام ده مع فيديو عشان تشوف الفيديو بشكل أوضح هبقى في السلايد شو فهتبص تلاقي كده الفيديو بتاعي متقطع كده إلى أجزاء موجودة عندي في السلايد ومخليه السلايد شكله مختلف ومتهيقلي شكله أفضل من أنا أحط فيديو كده وخلاص دايماً السلايد الغير تقل ده بتخلي الشخص اللي بيتفرج على السلايد مركز عليها أكتر من الشكل التقليدي إن أنا أحط تاكستو صورة أو أحط تاكستو فيديو تعالوا نشوف مع بعض هنعمل الموضوع ده إزاي وممكن نروح نطبقه على فيديو عشان يعني يكون الموضوع برضو إيه ممتع أكتر من الصورة هبتزي أروح أعمل insert ومن الinsert هبتزي أعمل new slide blank slide بالمنظر ده وحبتزي إن أنا أروح أعمل insert لمجموعة من ال shapes مثلاً على حسب بقى التصميم طبعاً أنا ما بعرفش أصمم قوي ولكن يعني إيه تعالوا كده نتخيل مثلاً إحنا عايزين نعمل إيه فأنا مثلاً هنا ممكن أروح أخد مثلاً ما عملت فيه الفيديو ورحت مثلاً ctrl c ctrl v ورحت وقفت عليه وعملت له flap لالنحية التانية بالمنظر ده كده وممكن برضو نروح نعمل نفس الموضوع ctrl c ctrl v بالمنظر ده وهنا ctrl c ctrl v بالمنظر ده كده بالمنظر ده وحبتزي إن أنا ممكن أخدهم بس أحطهم في group عشان بس إيه أزبط بتاع الحجم بدل ما أزبط كل واحدة على حدة جاعة تانية أقف أعمل on group بالمنظر ده وممكن أروح أعمل insert الشيب تاني زي ما عملت في السلايب بتاع الفيديو جزء ده وعملت كده ممكن أنا مثلا ctrl c ctrl v يعني إيه الموضوع مش دقيق أوي إحنا يعني عايزين نشوف الفكرة نفسها هتبقى عاملة إزاي وحبتزي أخدهم كلهم كده برضو لو أنا عايزة أزبطهم أحطهم في group لو أنا حبة ممكن أزبطهم كلهم كده وأخدهم وحطهم في group زي ما إحنا شايفين لو أنا عايزة أحركهم شمال أو يمين تمام؟ هرجع بقى أفكهم لي علشان أنا عايزة أعمل لهم مش عايزة أعمل لهم group أنا عايزة أعمل لهم اتحاد أو union أبتزي أعمل select all عليهم ويا إما حروح في shape format ده بالنسبة لأننا عندها إصدارات حديثة واختال في المرج shapes وأعمل union اتحاد ليهم أو أعمل بالشكل اللي أنا ورته لكم المرة اللي فاتت أنا كنت أظهرتهم في قيمة insert بعد كده حبتزي أروح للinsert وأبتزي أروح للفيديو ومن الفيديو أعمل stock video أنا ما عملتش fragment list لحد دلوقتي أشوف أي فيديو عندي وليكن زي ده مثلا أوكي وحبتزي الفيديو ده أحطه هنا إيه حبتزي أو الفيديو بتاعي أهو حبتزي أخده أحطه back send to back حقف عليه ودوس right click و send to back وتأكد إن هو مغطي عليه الشيب بالمنظر ده حاخد الشيب أحطها في الحتة دي كده أنا أحب أن أنا يعني أحطها هنا وبعد كده حبتزي أعمل select على الفيديو بتاعي وأبتزي أدوز shift key وبعدين أعمل select على الشيب بتاعي زي ما كنت بعمل في الفيديوهات السابقة وبعد كده حبتزي أروح لي المرجer shapes عشان أختار الفريجمنت بالمنظر ده لو خدت بالك حتبصي تلاقي إن هو كده بقى select على كل جزء كأنه بازل تعالوا كده نشوف لو أنا رحت هنا مثلا وشديت الجزء ده كده حبصة لقي إن هو إيه اتشد معايا بالمنظر ده وكأنه بازل زي ما إحنا شايفين أهو أنا عايزة أعمل إيه حامل select على الجزء اللي أنا مش عايزاه وهعمل delete شلت الجزء اللي برا هنا ده كل واحد منه كده جزء لوحده زي ما إحنا شايفين ممكن أعمل لهم select all كده وأعمل لهم كده إيه مع بعض union برضو وأبتدي إن أنا أروح ليه الplayback ومن الplayback هخلي start automatically وloop until stopped بالمنظر ده كده فأحطهم هنا في أي حتة لما هي تيجي تعمل slide show بالمنظر ده الفيديو بتاعك هيشتغل يبقى إذن أنت وإنت ماشي بتستخدم الأوامر التانية أنت مش بتستخدم fragment بس إن استخدمنا هنا union وأيضا استخدمنا fragment علشان نحول الفيديو بتاعنا ليه بازل وينشيل الجزء اللي إحنا مش عايزينه نحط الجزء اللي إحنا عايزينه تقدر تيجي هنا مثلا في النص تحط text لو أنت حابك ده بالنسبة ليه fragment في المرج shapes في الباوربوينت أتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة فيديو بسيط وصغير أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى وزي ما قلتلكم ما تنسوش تعملوا subscribe للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد لو كنتم بتشوفونا الأول مرة ولو كنتم من متابعين الأعزاء متنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة